السلام عليكم مشهد الطير وهو يتجه لصغير غزال الريم الذي فزع ليلحق بأمه بدك أنه هجوم وهروب حتى الأم جفالت من الطير بينما حقيقة هذه الحالة تختلف عن بعض الجوارح فيما لو هجمت على الغزلان سأعاتي بما يفسر هذا المشهد ولماذا يتعقب الغرنوق ضبية الريم وصغيرها لكن أشير أولا إلى أن هذا النوع من الغرنوق يعد من أكثر الطيور منفعة للإنسان والحيوان والمزارع فهو أكال النهم جدا للحشرات ومن أكفأ الطيور إذا نزل في البيئات الزراعية خاصة خلال عمليات ري المزرعات حيث لا يكل ولا يمل من التفتيش عن أي نوع من الحشرات بما فيها تلك التي أصبحت آفات على المحاصيل الزراعية ولذلك يوصف هذا الغرنوق في بعض الدول العربية بأنه صديق الفلاح وإذا لم يجد من يزعجه فهو يعتاد على اقتراب البشر ومثله مثل طيور أخرى خاصة إذا كانت أنواع مهاجرة تكاد لا تشبع وقد وهابها الله ميزة سرعة الهضم وتحويل الغذاء إلى طبق الدهون أو شحم يعتبر الوقود اللازم الذي يعينها على الطيران وقطع آلاف الكيلومترات في هجرات بين القارات هذا الغرنوق نوع مهاجر يعبر السعودية أحيانا بهيئة أسراب ولو نزل سرب بمزرعة وأقام وقتا فيها فصاحبها قد هبط عليه ما يشبه الكنز فكأنها آلات مكافحة لكنها مكافحة حيوية غير ضارة لن تترك حشرة على المزرعات إلا وتأكلها في بديل عن استخدام مبيدات مصنعة مكلفة ولن تخلو من الأضرار البيئية والصحية هذا الغرنوق مصنف أيضا كطير مقيم مفرخ في جنوب غرب السعودية وهو واسع الانتشار في دول العالم وقد أكدت دراسات أن مناطق تفريخه قد توسعت في مصر والجزائر وربما غيرها من الدول العربية ومع أنه يفضل الأراضي الرطبة والمزارع لكنه ينزل حتى في الصحاري الجافة خلال هجرته ويأكل القوارض وربما صغار الثعابين فيما لو عثر عليها لهذا الغرنوق أسماء عدة وهو مختلف عن نوعين آخرين من الغرنين وكلها من فئة تسمى البلشونات وكنت نشرت فيديو عن ثمانية أنواع من الغرنق والبلشونات أو الموالك فيها تفاصيل موسعة عن أسمائها وهجراتها وغذائها وأدوارها النافعة أعود لمشهد المقدمة لو بقيت غزالة الريب مواقفة هادئة ربما حط هذا الطير على ظهرها أو بين قوائمها وهذا سلوكم من المعتاد أن يفعله إذ يقع على ظهور بعض الحيوانات أو يقترب منها ويبقى فترات حول الماشى أيضا بما فيها الإبل حتى إذا شاهد حشرات القراد ملتصقة بإجسامها أو حشرات أخرى يبادر في نزعها من إجسامها بمنقاره ليأكلها فيساعد في تخليصها من متطفل مسبب للأمراض والهزال ولهذا يمكن القول أن هذا الغرنوق واحد من أفضل المكافحات في الطبيعة وليس من المستبعد أن تسعى المنظمات المعنية في الحياة الفطرية في بعض الدول خاصة التي تعتمد على الإنتاج الزراعي وتهتم بدراسة سلوك هذا الغرنوق ومعرفة الظروف التي تجعله يتكاثر بتوازن طبيعي مؤديا دوره المفيد للإنسان وبيئته شكرا للإنتاج الضatu شكرا لك شكرا لك شكرا